تطور الزمان وتطور التكنولوجيا أصبحنا نسمع ونقرأ ونشاهد مباشرة مثل هذا التقليل الذي ظهر بيننا قبل قليل وشاهدنا هذه المآسي وهذه تساقط الثلوج على هؤلاء الأطفال الهلال الأحمر القطري بوشاهين أمام هذه الأزمة الكبيرة التي يعيشها إخواننا نعم بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بداية أمسي عليكم الخير على أخواننا المشاهدين اللي لا شك أن قلوبهم الآن معنا وأفكارهم معنا وهم في إحساس عميق بما يعانيه أخواننا السوريين من برد قارس وزمهرين إلى دراجة أن البعض لقى حتفة من شدة البرد ومن عدم وجود التلفئة والمأوى وإلى آخر بداية بالنسبة للهلال الأحمر القطري الهلال الأحمر له ديمومة في إقاثة الشعب السوري يعني هو دائما مبادر لديه صفة المبادرة وصفة الديمومة لنا بعثات في المخيمات السوريين اللي في تركيا وفي لبنان والأردن وفي شمال العراق وكذلك في الداخل السوري الهلال الأحمر بدأ لم ينتظر حتى يأتي الشتاء بزمهريرة إنما بدأنا من قبل شهرين في حملة اسميناها الشتاء الدافئ ومن ضمن المستهدفين هم الشعب السوري اللاجئين السوريين طبعا والنازحين النازحين أنا أشدد عن النازحين لأن لنا أعمال كبيرة في الداخل السوري ليس فقط في الخارج لماذا؟ أنا أريد أن بس أوضح نقطة واحدة لتميز بالهلال الأحمر القطري وهي المبادرة والعالمية هذه النقطتين اللي قد يكون يعني ولا تقصيرا بالأخوان لكن اللي يتميز بالهلال الأحمر القطري وفقا للشرعية الدولية اللي هو التحلاب والاتفاقات اللي مع الدول عدد من الدول تقريبا 189 دولة هذه الاتفاقات تتيح لأريحية في توصيل بمعنى آخر عند القدرة اللوجستية في توصيل المساعدات لأي نقطة الآن طبعا نحن نركز في حملتنا هذا على الشتاء في سوريا وأثرة خاصة بعد هذه العاصفة التي لا ترحم طبعا نعم ونحن الآن نعمل على قدم نوساق نحن عملنا قبل شهرين في الحملة وصلنا المساعدات الشتوية من وسال التدفئة والخيام ما إلى ذلك من مساعدات ولازال ولازال المتطوعين في الداخل والخارج السوري يقومون بواجبهم بنشاط وهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر